هنا الطرمية ليست بمنعا عن باقي جراح العراق الذي يكتوي بظلام الإرهاب الطرمية وأحداثها تدخل في نفق العنف مجددا بعد أن مات فيها خلايا كانت نائمة على قرعة طريق كل بيت من بيوت العراقيين ثم أصبحت يقذة بالدم والفوضى وعلى يد مضافة أصبحت المسمى المعروف ليصنع داعش الموت فيها كان للحجد الشعبي رده المباشر بتفجير خمسة منازل ومضافتين في قضاء الطرمية شمالي بغداد كميل جديد بعد أن وضحت صورة الإرهاب في القضاء الذي تعصف به الخلايا تارة في ترويع الأهالي وتارة في استهداف أمن البلاد استشهد وأصيب عدد من المقاتلين في صفوف الحجد الشعبي باشتباكات دامية عنيفة حدثت في ليلة بيان نعت فيه قيادة العمليات المشتركة أربعة مقاتلين من لواء 12 مع مصاب باستهداف قناص وانفجار عبوة ناسفة التفاصيل الدموية ليست بالجديد لكنها الأكثر خطرا في مسلسل دوامة الموت التي يقف على تفاصيلها رئيس الجمهورية برهم صالح مطلقا انذاره من عدم الاستخفاف بخطورة الإرهاب ودعم مواصلة الجهد الأمني الذي لا يكل بمواجهة داعش إذن في الطارمية نداء تحذري شديد للأطراف الدولية يعني ضرورة التفاتة العالم لمرض الإرهاب الخبيث الذي يفتك بالعراق وهو يحاول انهاء هذا الخطر الكبير بحثا عن فرصة بناء الدولة على أرضية الاستقرار وتطهير البلاد من الإرهاب بكل أشكاله وتفاصيل محاولاته للنيل من أمن العراقيين وحياتهم